هل يجوز له أن يقتم شيئاً؟ تعالوا نشوف تعالوا نشوف ينفع النبي أو الرسول يكتب شيء من الوحي أم لا؟ تعالوا نشوف تأملوا بقول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين يعني إيه وما هو على الغيب بضنين؟ يعني بخيل البخيل بيمنع لا يجوز للنبي أن يمنع أن يبخل بالوحي لا يجوز والدليل على أن النبي لم يبخل يوماً بالوحي ولم يمنع كلمة بلغه الله تعالى إياها بأي طريق كان قول ربي سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه تقول للأيات دي جاية في سورة إياه ونقولك في الأحزاب في أي سياق إيه اللي يتقل فيه لسيدنا النبي وتخفي في نفسك ما الله مبديه إيه اللي يتقل لسيدنا النبي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه طيب ولم هي كده يعني هو النبي قالها ليه ليه بلغها هاي ليه بلغها دي بالجاوب على السؤال السابق كلنا نحن نتكلم عنه إن ما كانش أو ما ينفعش إن النبي يعني يكتم شيئا من الوحي وإلا لو كان كما قالت عائشة لو جاز للنبي أن يكتم شيئا من الوحي لكتم عليه الصلاة والسلام ذاك العتاب الإلهي الرباني الرقيق لنبيه عليه الصلاة والسلام تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ها لو كان هيكتمها كان كتم دي كان كتم يا أيها النبي يتق الله مثلا كان كتمها إنما لا هو لم يكتم شيئا وبوصف الكرآن الكريم لسيدنا النبي وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل لم يمتنع عن شيء لم يبخل بشيء صلى الله عليه وآله وسلم طيب ممكن يكون زاد ها اكتهد من عنده وزود حاجة ممكن حد يقول كده تعالوا نشوف لنرى قول ربي سبحانه في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل زود أو تقول قال ربنا بيقول وربنا ما قالش ولو تقول علينا بعض الأقاويل اللي يحصل لأخذنا منه باليمين يعني بالشدة ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين والسؤال هنا السؤال هنا هل قطع الله سبحانه وتعالى منه الوتين هل أخذه الله سبحانه وتعالى بالشدة هل أوقع الله سبحانه وتعالى به أية عكوبة الإجابة لم يحصل ما أوقع الله تعالى بنبيه عكوبة ولا أخذه بالشدة ده معناه إيه؟ معناه أنه لم يتقول لم يتقول على الله سبحانه وتعالى شيئا ولذلك لما كان المشركون يتكلمون عن افتراء النبي عليه الصلاة والسلام في الوحي من الذي كان يدافع عنه؟ لم يكل الله سبحانه وتعالى الدفاع عن النبي للنبي مدلوش حجة كده قوية ومنطق قوي ومع ذكائه وفتنطه وقال له يا الله يا محمد تولى أنت الدفاع بقى عن الشبهة دي لا بل تولى الله سبحانه وتعالى بذاته العليا الدفاع عن النبي أم يقولون افتراء قل قل لهم يا محمد ربنا لبي يقوله قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ويرد باب أكتب من رد أم يقولون افتراء على الله كذبا فإي يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحك الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور سبحانه جل في علاه هل حصل شيء من ذلك؟ أم يقولون افتراء على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك هل ختم الله على قلب نبيه؟ ويمحو الله الباطل للنبي عليه الصلاة والسلام مش بس كده دراح القرآن يلقن النبي الحجة في الرد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وجعل المعركة بين المشركين وبين الله بذاته مش حتى بين المشركين والنبي لا سبحانه جل في علاه سحب المعركة ما يبقاش فيها النبي خاص تخيلوا إخواننا شوف العظمة لم يجعل النبي خصما بل جعل الخصومة معه بذاته العلية وإن كنتم في ريب مما نزلنا فالخصوم مش معاه خصوم معيانا بقى سبحانه جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله الأول خالص كل إن اجتمعت الإنس والجن على أياته مثل هذا القرآن القرآن كله 114 صورة 30 جزء لا ما يقدروش طيب بلاش هاتوا يلا عشر في صورة وود عشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ما ادروش هنا بقى في صورة البقرة التحدي الأعظم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة صورة وحدة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ثم يحسم الموضى القضية والمعركة ويقول لهم أنتم منهزمين أنتم خصم منهزم ورسولي ليس أصلا في هذه الخصومة الخصومة معي أنا سبحانه جل في علاه ده ده رسولي ده نبي فالخصومة مش معاه وأنتم منهزمون لأن الخصومة مع الله سبحانه وتعالى مش مع بشر وإن كان مؤيد من السماء الخصومة مع الله وما دمت مع الله فأنتم خاصرون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لأنه أنتم مش بشر قدام بشر حتى لو كان رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أنتم بشر مخلوقين ضعفاء أمام رب عظيم قادر هو الذي خلقكم وهو الذي منحكم اللغة منحكم البيان منحكم الفصاحة فأي شيء تملكونه أمام عظمة هذا الإله وعظمة كلامه وعظمة بيانه وجلال كلامه سبحانه جل في علا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتكوا النار التي بقولها الناس والحجارة وبالتالي الله سبحانه جل في علا هو الذي تولى الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ادعاء الافتراء أو ادعاء الكتمان ترجمة نانسي قنقر